موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الجديد البداية بالشأن الحكومي فخلال عقاد أشغال مجلس الحكومة تدول وصدق المجلس على عدد من مشاريع القوانين من بينها مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة بصغة جديدة قدمه وزير العدل عبدالطيف وهبي هنا حج في المتابعة في سياق التطورات التي يشهدها العالم في مجل الحرية والحقوق العامة وفي خطوة مهمة ومتقدمة من شأنها تعزيز صورة المغرب كبلد رائد في الدفاع عن حقوق الإنسان صدق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة بصغة جديدة قدمه وزير العدل عبدالطيف وهبي يتضمن هذا المشروع مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الإطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخة منها المجلس تداول وصدق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد بعض أحكام قانون يهم المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص حق التتبع قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد تضمن هذا المشروع أحكاما تحدد نسب الاقتطاع المذكورة من ثمن البيع حسب احتساب الرسوم كما تنص المقتضيات هذا المشروع على أن احتساب نسبة محصول العائد من ثمن بيع مصنف برسم حق التتبع يتم على أساس ثمن نهاء الذي يتلقاه بائع المصنف دون احتساب الرسوم إضافة إلى وضع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة رهن إشارة مهني سوق فن الرسم وتشكيل استمارة يتم من خلالها تصريح مسبقا بعمليات بيع الأعمال الفنية الخاصة بفن الرسمي أو التشكيل وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الحكومة تتعامل مع الاستثمار الأجنبي والاستثمار الوطني على قدم المساواة وذلك من أجل تعزيز قدرة المقاولة على الاستثمار وضمان حقوق الجهات التي تعرف طلبا متدنيا على الاستثمار هذا واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور خلال مباحثات جمعته مع وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوليطة أشاد رئيس البرلمان الإسرائيلي الكنيسة أمير أحنى اليوم بالرباط بالريادة الشجاعة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل السلام تقرير عثمان الطاهري أشاد رئيس البرلمان الإسرائيلي أمير أحنى بالرباط بالريادة الشجاعة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل السلام جاء ذلك إثر مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغارب المقيمين بالخارج ناصر بوريتا تحدثت مع السيد بوريتا في لقاء رفيع وأؤكد أن العلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل يسودها الاحترام والتعاون ومرة أخرى أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشيد بالريادة الشجاعة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل توطيض العلاقات بين الأمم وإحلال السلام وتعديز القيم المغربية وفي معرض تطرقه لزيارته لبرلمان المملكة قال أوحانا وهو من أصل مغربية إن هذه هي المرة الأولى التي يدعى فيها رئيس للكنيست إلى برلمان بلد مسلم وأكد في هذا الصدد أن هذه الزيارة التاريخية ليست مصادفة وإنما تعكس القيم المغربية التي يتشبع بها بحكم أصوله وتربيته والوسطة الذي ترعرع فيها رئيس البرلمان الإسرائيلي الكنيست أمير أوحانا أكد أيضا خلال مباحثات أجراها مع رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العالمي بالرباط أنه يتعين على دولة إسرائيل المضي قدما في الاعتراف بسيادة المغرب على الصحرائه شمء باكا والتفاصيل أكد رئيس البرلمان الإسرائيلي الكنيست أمير أوحانا بالرباط أنه يتعين على دولة إسرائيل المضي قدما في الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه المسؤول الإسرائيلي أوضح خلال مباحثات أجراها مع رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العالمي بمقر البرلمان أن كونه ينحذر من هذه الأرض المباركة يعي تمام الوعي أهمية الاعتراف بمغربية الصحراء كوني أنحذر من هذه الأرض المباركة أي تمام الوعي أهمية الاعتراف بمغربية الصحراء لقد عبرت عن ذلك سابقا وأجدد التأكيد عليه الآن بصفة رئيسا للكنيست وبكل وضوح يتعين على إسرائيل المضي قدما نحو هذا الهدف المتمثل في الاعتراف بمغربية الصحراء أسوة بحليفنا الأقرب الولايات المتحدة الأمريكية وأشهد السيد أحانا الذي يقوم بزيارة هي الأولى من نوعها للمملكة أشهد بالريادة الشجاعة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل توطيض العلاقات بين الأمم وإحلال السلام وتعزيز القيم المغربية بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك وريادة جلالته والدور الهام الذي يدطلع به بصفته رئيسا للجنة القدس وثيقة التي يحظى بها من لدن كافة الأطراف تمنح جلالته ليس فقط فهما عميقا للمنطقة والتحديات التي نواجهها جميعا بل تمنح جلالته موقعا هو الأنسب للإذطلاع بدور الوساطة في أفوق تحقيق السلام الذي نطمح إليه جميعا وتم بالمناسبة توقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس نواب المغربي والكنيسة الإسرائيلي تشمل تطوير العلاقات البرلمانية على المستوى التشريعي وباقي مجالات العمل البرلماني في موضوع آخر وعلاقة بامتحانات البكالوريا قالت مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لسوس ماسا إنه تم توفير جميع الشروط الملائمة لإجراء اختبارات الدورة العادية للمتحان الوطني الموحد للبكالوريا دورة 2023 في ظروف عادية جدا أنس الغلوش في المتابعة 47130 تلميذا هو عدد مترشحي امتحانات البكالوريا لهذه السنة بأكاديمية جهة سوس ماسا في ظروف عادية مرت أجواء الامتحانات هناك حالات الغش سجلت هذه السنة انخفاضا كبيرا بنسبة 75% بفضل تعبئة شاملة وانخراط قوي لجميع الأطر التربوية والإدارية من أجل ضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني هذا الامتحان هذا اللي كيعرف المشاركة يعني بالقطبين الأدبي والعلمي وبالأحرار والجيهوي أيضا تقريبا 85 ألف مترشحة ومترشح موزعين على الأقطاب كيفما قلتوا موزعين على أولى بكالوريا والثانية بكالوريا لكن عرفوا إلى سلحنا التلاميذ بالعلم وصلحناهم بالقدرات ديالهم فيما يخص المواد رغم غير جؤوش تلشي وسيلة أخرى للنجاح إلا بشرف وباستحقاق وهذا هو المضمون واللي كان أملوه في تلاميذ ديالنا الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوسماسا سبق وأن أطلقت مخططا جهويا للدعم التربوي ونظيره على صعيد المديريات الإقليمية لأجرأته بالمؤسسات التعليمية وفق رزنامة زمنية تتوخى تحقيق النجاح والتميز الدراسيين ساهمت فيه الأطر التربوية والإدارية والمفاتيشين إلى جانب عدد من الشركاء والمتدخلين لكسب هذا الرهان تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جرى أمس الأربعاء بالعاصمة الاقتصادية افتتاح أشغال النسخة السابعة لملتقى المدينة الذكية للدار البيضاء تحت شعار المدينة الذكية نحو انتقالات حضرية مستدامة أهنى حج في المتابعة بالعاصمة الاقتصادية تم افتتاح أشغال النسخة السابعة لملتقى المدينة الذكية للدار البيضاء المنظمة يومي السابع والثامن من يونيو الجاري تحت شعار المدينة الذكية نحو انتقالات حضرية مستدامة المجلس الجهوي يهتم بشكل خاص بالمدينة الذكية من خلال مخطط التنمية الجهوية الذي يتناول محور التحول الرقمية ويركز على تطوير القدرات من حيث الشركات والمقاولات الناشئة وتكوين الشباب موضوع هذه السنة يمكن من تنابل ومعالجة التحديات الحضرية الحالية واقتراح مقاربات مبتكرة تفضل الإدماج والعدادة الاجتماعية والاستدامة مع دمج التكنولوجيات الحديثة المعتمدة على المستوى العالمي من قبل المدن الذكية المنطقة يروم تمكين المدينة كفضاء حقيقي للإبداع والابتكار في الحاضر والمستقبل ومشاركة الخبرات الدولية بما في ذلك أسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا على وجه الخصوص فضلا عن أمريكا الشمالية وأوروبا الحدث يعد من أبرز الفعاليات التي تشهدها العاصمة الاقتصادية وهو فرصة مناسبة ومهمة للشركات والمبتكرين والمقاولات الناشئة وكذا الحكومات المحلية من أجل تقديم ابتكاراتهم ومشارعهم المتعلقة بالتحول من مدن تقليدية إلى عواصم ذكية وشاملة ترم الاستدامة المندمجة لتحفيز قدرة هذه العواصم لتلبية حاجيات سكانها الحضريين دولياً قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين إن الصين حثت الولايات المتحدة الأمريكية على اختيار سياسات مالية ونقدية مسؤولة ودعم الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي بشكل مشترك مع الدول الأخرى تقرير هند أوراوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين صرح أن الصين حثت الولايات المتحدة الأمريكية على اختيار سياسات مالية ونقدية مسؤولة وأشار معاد التمويل الدولي في تقرير له إلى أن الديون في جميع أنحاء العالم ارتفعت في الربيع الأول من عام 23.000 إلى ما يقارب 305 تريليون دولار في حين أن أمريكا لديها أكبر ديون وطنية وفي إشارة إلى أن أمريكا هي أكبر اقتصاد في العالم قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين في مؤتمر صحفي إن الوضع المالي للولايات المتحدة وخياراتها السياسية لا تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد العالمي لذا ينبغي عليها تبني سياسات مالية ونقدية مسؤولة وها حتى وونغ متحدثا باسم الصين الولايات المتحدة على تعزيز سياسة الاقتصاد الكلي مع الاقتصادات الأخرى بهدف تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي نأتي لختامي هذه النشرة أشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر